اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج اكسس نواصل معكم محاضرات انشاء برنامج لمحل تجاري وطبعا رح نجري بعض التعديلات على هذا البرنامج جيد اولا رح نجي الى الاصناف بهذه الطريقة وطبعا رح ننشئ نموذج من انشاء وطبعا نختار هنا نماذج اضافية عناصر متعددة رح نغير الى وضع التصميم وطبعا هذه الاجزاء رح نحددها وطبعا نضغط على الخصائص بهذه الطريقة وطبعا من تنسيق الارتفاع رح يكون صفر بوينت ستة انتر ممتاز وطبعا هذا الجزء رح نرفع الى الاعلى نشاهد هنانا حفظ طبعا رح نسمي هذا النموذج الاصناف وطبعا طريقة اعرض ممتاز جدا ادنا هنا الاصناف طبعا بامكانه انه نضيف صنف جديد مثلا رح اضيف مروحة سقفية مثلا السعر 25 الف الكمية عندي مثلا 20 ممتاز وطبعا ضروري انضيف الكود اللي هو رح يكون 5 وطبعا نحفظ هنانا طريقة اغلاق طبعا بامكاني انه افتح الاصناف وطبعا بطريقة عرض التصميم واجي هنانا غير ذلك منبثق رح اختار نعم طبعا من هنا اختار نعم واحفظ نعرض الطريقة طبعا اذا نلاحظ هنانا جميل جدا بعد ما ضفنا هنانا الاصناف رح نجي الى الواجهة الرئيسية وطبعا هنا نكليك ايمن طريقة عرض التصميم وطبعا رح نضيف زر بهذه الطريقة وطبعا عمليات النماذج فتح نموذج وطبعا رح يكون الاصناف التالي وهنانا رح يكون عندنا الاصناف وانها طبعا نجي نجري بعض التعديلات بهذه الطريقة ومن تنسيق رح نجي هنانا نختار مثلا اللون الاخضر لان نجي هنانا على الرئيسية نلاحظ هنانا عندنا الفواتير كمية المخزون وعندنا هنانا الاصناف جاي طبعا بإمكان هنانا عندنا الفواتير بإمكان انه تكون الفاتورة منبثقة او تبقى بهذه الطريقة جاي لان نجي الى العملاء وطبعا من إنشاء هنانا نختار عناصر متعددة طبعا نجي الى طريقة عرض التصميم وطبعا نضغط هنا نكليك من غير ذلك منبثق راح تكون نعم راح نحدد هذه الاجزاء وطبعا من تنسيق الارتفاع راح يكون 0.6 enter وطبعا راح نرفع هذا الجزء الى الاعلى وطبعا نحفظ راح تكون باسم العملاء وطريقة عرض النموذج عندنا هذه العملاء طبعا نقدر نضيف عميل جديد مثلا بها عبدالستار وطبعا رقم الهاتف راح يكون ضيف رقم عشوائي وطبعا نغلق ممتاز راح نضيف العملاء بالصفحة الرئيسية طبعا نجي click amen طريقة عرض التصميم وراح نضيف زر بهذه الطريقة ايضا عمليات النماذج وطبعا نجي الى فتح نموذج ورح يكون العملاء التالي وارح يكون العملاء انهاء ممتاز طبعا ايضا بامكاننا ان نختار من تنسيق نختار نمط طبعا ممكن نختار البرتقالي بهذه الطريقة نحفظ وطبعا نعرض الرئيسية ادنا هنا العملاء وطبعا عدنا الاصناف ادنا كمية المخزون وطبعا عدنا الفواتير بامكان انه كمية المخزون ايضا بتكون اهنانا منبثق طبعا نجي نضغط اهنانا وطبعا من غير ذلك منبثق تكون نعم خلي نجرب نختار الفاتورة اللي هي رئيس الفاتورة خلي نجرب تكون منبثق طريقة عرض التصميم اهنانا وطبعا من غير ذلك نختار منبثق طبعا نحفظ اغلاق الكل راح نحفظ الكل الان نجي نفتح الرئيسية طبعا الفواتير جميل لا بأس فقط انه اذا فتحنا الفواتير لاحظ هنانا بالأسفل عندنا هذا الجزء هذا الجزء ما راح نحتاجه وايضا هذا الجزء اهم ما راح نحتاجه فرح نحذف من هذا الجزء وهذا الجزء وايضا هذا الجزء راح نحذفه طيب كيف نعمل ذلك راح نجي نفتح الفواتير اللي هي رأس الفاتورة طبعا راح نضغط عليها كليك ايمن طريقة على التصميم راح نضغط على هذا الفورم طبعا ضروري نأكد نضغط كليك على هذا الفورم وطبعا نجي الى تنسيق اهنانا وازرار التنقل نضغط دبل كليك حتى تكون لا او نضغط منانا ولا ومحددات السجلات ايضا لا وطبعا نحفظ وايضا طبعا النموذج الرئيسي هذا النموذج الرئيسي من تنسيق ومحددات السجلات لا وازرار التنقل لا طبعا حفظ واغلاق راح نجي هنا ايضا نحفظ ممكن نجي الى الفواتير اذا لاحظ اصبح شكل الفاتورة جميل طبعا اذا اجي هنا الى فاتورة جديدة طبعا بيمكن انه احذف طبعا اضغط على فاتورة جديدة بيمكن انه احذف الجزئين احذف سجل احذف سجل راح اضغط هنا double click واضيف مثلا مثلاجة وطباخ ومثلا مروحة ممتاز طبعا اكيد راح نضيف العميل وهنا التاريخ وطبعا رقم الفاتورة ضروري نضيف راح يكون خمسة طبعا رقم الفاتورة بنفس المعرف يضاف بهذه الطريقة وطبعا تم الغاء المشتريات لان ما تم اضافة لقم الفاتورة ضروري انه نضيف اول مرة رقم الفاتورة ومن ثم نضيف الاجزاء اللي احنا نريدها ممتاز طبعا بعد ما كملت فاتورة جديدة لاحظ انه هذه الفاتورة تم اضافتها بشكل مثالي طبعا بامكان انه اطبع الفاتورة طبعا هذا الجزء راح الغي بامكان هنا اطبع الفاتورة طبعا من خلال اعداد الصفحة او اضغط على طباعة بشكل مباشر راح يتم طباعة البرنامج طبعا هذا البرنامج هو برنامج محل تجاري متوسط المستوى لا هو برنامج احترافي جدا ولا هو برنامج بسيط جدا وبهذه المحاضرة راح نختم دورة تعليم برنامج اكسز المستوى الاول وان شاء الله ستكون هناك دورة متقدمة جدا لتعليم برنامج اكسز نلتقيكم في دورة قادمة باذنه تعالى